أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوة واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها وخلال متابعته حصاد جهود منظومة الشكاوة الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو الماضي أشار مدبولي إلى أهمية تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بتنسيق مع الجهات المعنية لتوطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين يأتي هذا فيما استقبلت منظومة الشكاوة الحكومية 108 ألاف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي مع توجيه 86 ألف شكوى لجهة الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظ 17 ألف شكوى